بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعي قناة الأوفياء والأعزاء سعيدة بلقياكم في هذه الحلقة الجديدة والتي سأقدم لكم فيها إن شاء الله فوائد ربانية صادقة لبيع العقارات ولبيع السلع ولجلب الزبائن للمحلات التجارية يعني سوف أقدم لكم في هذا الفيديو عدة فوائد وكل واحد يختار منها ما يناسبه حسب وقته وحسب ظروفه وحسب استطاعته وأيضا حسب همته فتابعوا معي على بركة الله نبدأ على بركة الله بالفائد الأولى وهي لبيع العقار يعني أي عقار مستعصي سواء كان محل تجاري أو قطعة أرض أو منزل فإنك تأتي برمل طاهر وتبصده أمامك وتكتب عليه بسبابة يدك اليمنى الآية الآتية حروفا متفرقة وطبعا تكون على وضوء والآية التي تكتب هي بسم الله الرحمن الرحيم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ثم بعد هذا تجمع هذا الرمل وتعيد قراءة نفس الآية عليه مع النفط 41 مرة بعدها تأخذ الرمل وتنثره في أركان العقار المراد بيعه مع مراعاة عدم وضعه في مكان تدوسه الأقدام وعند إتمام يعني البيع عندما يأتي الزبون فيجب الحرص على جمع هذا الرمل خصوصا إذا كان محلا تجاريا أو بيتا أو منزلا فيجب أن يجمع هذا الرمل ويرمى في بحر أو في نهر أو في صحراء أما إذا كان العقار أرضا فلا بأس أن يبقى في الأرض الفائدة الثانية هي أيضا لبيع العقار فإنك تقرأ صورة الزخرف تمان مرات يوم الجمعة بعد صلاة الفجر وقت الشرق ثم تأخذ هذا الماء وترش به العقار وبإذن الله تعالى يسهل بيعه الفائدة الثالثة وهي لبيع السلعة تقرأ ما يلي على ماء طاهر ثم تضعه في بخاخ وترش به سلعتك المراد بيعها يوميا كل صباح عند فتح محلك ويجب مراعاة عدم رش الأماكن التي يمر منها الناس أو الأماكن التي تطعها الأقدام وهذا ما تقرأ بالتفصيل تقرأ البسمنة 19 مرة ثم الصلاة على النبي وآله 19 مرة ثم الآية بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وهي الآية 29 من صورة فاطر تقرأها 101 مرة وتحرص خلال هذه الأيام على الصدقة يوميا بأي شيء استطعت وحسب قدرتك الفائدة الرابعة وهي أيضا لجلب الرزق والزبائن للمحلات والمكاتب فلمن كان يعاني الكسادة في تجارته أو مهنته أو حرفته يقرأ يوميا بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب الورد الآتي الاستغفار 70 مرة وبعدها الآية بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق 70 مرة وهي الآية 27 من صورة الحج وأثناء قراءتك يعني على رأس كل عشر مرات تقرأ الآية تقرأ الآية عشر مرات ثم تردد الدعاء ثم تقرأ عشر مرات ثم تردد الدعاء إلى أن تتم 70 مرة وبهذا تكون قد أتمم سبع قراءات للدعاء وهذا هو الدعاء تقول يا أهل المشرق ويا أهل المغرب ويا أهل اليمين ويا أهل الشمال دعوتكم بلسان قدرة الله تعالى وبلسان سيدنا إبراهيم عليه السلام استجيبوا لله وللرسول ولفلان وهنا تذكر اسمك وأتوه من مال الله الذي آتاكم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الفائدة الخامسة وهي لكثرة الرواج في التجارة تكتب في ثلاث ورقات بيضة غير مسطرة كتابة تكون إما بحبر زعفران أو بقلم أحمر تكتب صورة الواقعة كاملة في كل ورقة وتكتب على جوانب كل ورقة من فوق ومن تحت وعلى اليمين وعلى الشمال ما يلي يا خير الرازقين أرزقنا بدون حول منا ولا قوة ثم تطوي هذه الورقات وتضعها في إناء كريستال في مكان عال وسط المحل بحيث لا يرها أحد وتحرص أن تذكر يوميا بعد صلاة الفجر وصلاة العصر ما يلي تقول دائما يا من ترزق من تشاء بغير حساب أرزقنا وأنت خير الرازقين يعني مئة مرة بعد صلاة الفجر ومئة مرة بعد صلاة العصر وبإذن الله سوف تراك فأن تجارتك ستزدهر الفائدة السادسة وهي للرزق عموما سواء كنت تاجرا أو حرفيا أو عاملا فإنك تقرأ ما يلي بعد صلاة العشاء ليلا في أي وقت تستغفر مئة مرة ثم تصلي على النبي وآله مئة مرة وبعدها تقول الآية الآتية بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرسقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر تقولها مئة وأربعة وعشرون مرة وهم الآيتان إثنان وثلاثة من سورة الطلاق ثم بعد هذه الآية تقرأ سورة القدر أربع مرات تختم بالصلاة والسلام على النبي وآله مرة واحدة ثم تنفخ عن يمينك وتنفخ عن شمالك وتنفخ فوق ثم تنفخ تحت وتقوم من مجلسك مدة هذا العمل سبعة أيام وبإذن الله تعالى ستجد الرزق يصب عليك من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب ومع الفائدة السابعة والأخيرة وهي ورد الرزق الوفير هذا الورد الجليل كنز من الكنوز المخفية وقد سبق وكنت نزلته على قناتي وحذفته مقرهة مع مجموعة من فيديوهات أخرى لكنه لازل موجودا على صفحتي إنستغرام وأكيد أن المتابعين القدامى يعرفونه خصوصا أنه كان ناجحا مع العديد من الناس وكانت بشأنه تعليقات رائعة تشهد بقوته وهو نافع في جميع أمور الرزق على العموم سواء كنت تاجرا أو حرفيا أو عاملا وحتى لربات البيوت فله سر جليل بفضل الله تعالى لحلول البركة والنماء في كل شيء والله العظيم ما دوى ما أحد عليه بصدق وإخلاص نية إلا وجد فيه الصلاح والفلاح والبراح في رزقه وهو كالتالي أنك بعد صلاة الصبح تذكر ما يلي يا مالك الملك مئة واثنى عشر مرة سبحان الله اثنان وتمنون مرة ما شاء الله مئة وواحد مرة الحمد لله مئة وستة وتلاتون مرة وتكملت الورد بعد صلاة الظهر فبعد صلاة الظهر تقرأ ما يلي تقرأ آية النور وآية النور كما هو معروف فهي الآية خمسة وتلاتون من سورة النور الله نور السماوات والأرض إلى عليم ثم تقرأها مرة واحدة ثم بعدها تقرأ آية الشهادة وآية الشهادة هي الآيتين تامن عشر والتاسعة عشر من سورة آل عمران تقرأها أيضا مرة واحدة وآية الشهادة هي بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يقفر بآية الله فإن الله سريع الحساب ثم بعد آية النور وآية الشهادة تقرأ سورة الفاتحة ثلاثة عشر مرة وتختم بالصلاة على النبي وآله مائة وواحد وتسعون مرة يعني يجب احترام الأعداد في هذا الورد لأن لها سر جليل فيه وصلنا أحبابي في الله إلى ختم هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بكل هذه الفوائد الجليلة وأن أكون قد استجبت لطلباتكم لأن العديد كان يراسلني بشأن فوائد للرزق وفوائد للبيع السلع وفوائد لبيع العقارات فلهذا ارتأيت أن أجمع كلها في فيديو واحد وكل واحد يختار حسب حاجته أشكر لكم متابعتكم وأشكر لكم وفائكم وأشكر لكم دعمكم دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة